من سواحل كاليفورنيا إلى عمق الولاية تشتعل عدة حرائق خارج حدود السيطرة رياح ساخنة جافة تزيد حدة النيران استدعي مئات رجال الإطفاء الإضافيين الجهود متواصلة من الأرض والجو أخليت عشرات المنازل وكذلك جامعة البعض وصلته النيران دون سابق إنذار جو كينر أحد هؤلاء أتيت إلى المنزل للغداء ولم تكن هناك مشكلة خرجت للعب مع الكلب ثم رأيت الدخان وأدركت حينها أن علي جمع أشياء والرحيل في منطقة كاماريو سبرينغز الزراعية شمال لوس أنجلس دمرت عدة منشآت ومنازل أدخنة سوداء كثيفة تغطي المناطق السكنية وحقول الفراولة جنوبا أغلقت المدارس وأقام الصليب الأحمر مراكز إيواء حرائق الغابات تتعل في كاليفورنيا عادة نهاية الصيف لكنها أتت مبكرة هذا العام بعد شتاء خلى تقريبا من الأمطار أرض شديدة الجفاف ومعدلات رطوبة منخفضة ورياح شديدة بيئة تزدهر فيها حرائق الغابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر